وللمتابعة ينضم إلينا من الرياض الكاتب والصحفي مبارك العاتي سيد مبارك هل يفهم من تصريحات السيد الجبير أن الوساطات تتفشلت؟ نصر خير أخي أحمد والأختي هبو الكافتة كل الوساطات الحقيقة التي بذلت معد الوساطة الكويتية حتى اللحظة أعتقد أنها فشلت ممكن أن نقول فشلت لأنها لم تريد تلك الوساطات حل الأزمة بقدر ما كانت تريد الدخول في الأزمة والإمساك بعصى الأزمة لكن ما ترهن عليه الدول الأربع أنها تملك قرار الحل المرتبط بتنفيذ الدوحة لتلك المطالب افتحت مظلة الوساطة الكويتية تقديرا لسمو الشيخ صباح الأحمد مع أن الدول الأربع هي من تملك بالفعل إنهاء الأزمة وفقا لمعطيات أمنها وتحقيق قدر كافي من أمن الدول العربية ككل لفت النظري في تصريح الوزير جبير عندما قال أن الدول الأربع لا يضيرها لو استمرت الأزمة لعامين وهذا ما كنا نؤكد عليه منذ بداية الأزمة لأن المأزوم الحقيقي هو قطر هي المأزوم الحقيقي الأزمة أزمة قطرية بالفعل الدول الأربع فرضت شروطها وفرضت العقوبات وذعبت لتجابة بقية الملفات الأكبر والأعظم من هذا الملف ملف الأزمة القطرية يعتبر ملف من الأزمات التي يمكن وضعها على الرف والعودة إليه مرة أخرى في حال تحقق معطيات جديدة المؤكد أن حتى ملف الحاج عندما أرادت دوحة اللعب بهذه الورقات تم عزل سلطات دوحة عن الشعب القطري وتم تحجيج الشعب القطري نسبة الحجاج القطري هذا العام 1564 حاج العام الماضي 1220 حاج بما يؤكد أن الدول الأربع وخصوصا الملكة العربية السعودية نجحت في دارة الأزمة وفقا لما تريدها الدول الأربع ومعطيات الأزمة برأيك سيد مبارك متى تلجأ الدول الأربعة إلى تجديد العقوبات أو زيادة حزمة العقوبات على قطر أعتقد أن هذا الشهر ربما يشهد عقوبات جديدة بالفعل لأن الدوحة حتى مناورتها بعادة السفير القطري إلى إيران ما هي إلا مناورة ومناكفة سياسية ليست سلاحا سياسيا حقيقيا وليس استقطابا يمكن أن يمثل تهديدا للمنطقة بقدر ما هي مناكفة لأن قطر تعرف أن مجرد ارتماع في حظن إيران هو إحراق وتعجيل لفناء النظام لكن الدول الأربع أيضا تملك عقوبات خانقة أكثر مما فرض لكنها تريد العمل على مراحل وتستخدم سياسة النفس الطويل لأن كما قلنا المجزوم الحقيقي هو قطر حتى ولو أعلنوا اليوم أن يفتتاح ميناء حمد لكنه يأتي برغم معاناة الاقتصاد القطري وخنق وتدهور الرياء القطري وأعتقد أن الصندوق السيادي القطري لو خنق لن تات قطر تماما فليس لديها سوى الصندوق السيادي الذي تمارس من خلال الابتجاز للعواصم الأوروبية هل تعتقد أن هناك ضغط غربي لرفع العقوبات المفروضة من الدول الأربع على قطر؟ بلا شك كانت الدول الأوروبية بأكملها كانت تريد مهادنة الطرفين أو إرضاء الطرفين لكن ذلك انكشف جليا خلال زيارتهم للعواصم الأربع سوى القاهرة أو الرياضة أو أبوظبيا أو المنام عندما أكدت الدول الأربع على صلابة موقفها وأنها لم تتزحزع عن ما كانت تطالبه منذ بداية الأزمة الدول الأوروبية حتى الوزير الأمريكي وزير الخارج الأمريكي وبما فيهم الوزير الروسي أيضا في زيارة الأخيرة كانوا يريدون كما قلت الدخول في الأزمة وإدارة الأزمة وليس حلها إدارة الصراع وليس حل الأزمة مفاتيح الأزمة أؤكد على هذا الموضوع مفاتيح الأزمة هي لدينا في الدول الأربع ونحن من يقرر متى ننهي الأزمة إذا تحققت الأرضية صلبة التي يمكن أن ينبني عليها مستقبل العمل مع دوحة في ظل وهذا الشرط أساسي عدم وجود الحمدين في الدوحة أعتقد أن هذا الشرط لن يتم التنازل عنه نهاية ويجب بالفعل تغيير سلوك النظام من أراد النظام أن يبقى يجب أن يغير سلوكه تماما حتى يتم احتوانه من جديد في العمل العربي المشترك شكرا سيد مبارك العتياء الكاتب الصحفي كنت معنا من الرياض